أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف وأتمنى لك كل الموافقية يا كاك مصطفى وزراء غير مهنيين فاسدون تابعون للأحزاب كلها صفات بدأ يطلقها المطلعون على المشهد السياسي في العراق على أعضاء حكومة رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي أود أن أعبر عن ابت ناني لساة غيس وكل القوى السياسية تحقيقها الإجماع الوطني ومنح هذه الثقة مواصفات الحكومة المقبلة ليست اتهامات تلقى جزافا وإنما معلومات تؤكدها مصادر من داخل العملية السياسية ويفسرها توافق الكتل والأحزاب على الكاظمي بعد موجة رفض تعرض لها بداية الأمر وهو ما لم يتم لسابقيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي كما لا يخفى على أحد أن ثم ترضا أمريكيا إيرانيا على الكاظمي مكنه من قطع أول شوط في الحكومة المقبلة مراقبون للمشهد السياسي يرون أن إتمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني تحقيق الاستقرار السياسي للمظومة الحاكمة ونجاتها من دوامة الأزمات التي تعصف بها ومرد ذلك إلى استمرار نهج نظام المحاصصة والعقلية الطائفية والأسلوب الفاسد التي تحكم به البلاد والذي يعد هو سبب معضلات العراق وليس الحكومات المتعاقبة بحد ذاتها حتى أن ثورة تشرين جاءت نتيجة وعي تراكمي وصل إلى نتيجة استحالة إنقاذ العراق إلا بتغيير مضمون النظام وشكله الخارجي وما يزيد من تعقيد المسألة السياسية هو الانهيار الاقتصادي المستمر واستنزاف مقدرات البلد على حساب مصالح العراقيين ومعيشتهم كل هذه المعطيات تدلل على أن الحكومة المقبلة لن تزيد شيئا على سابقاتها إلا بالفساد والقمع والاستبداد